السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق لحصة التعبير الكتابي المندرجة من الأسبوع الاول من الوحدة الرابعة مجال الابتكارات والاختراعات المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس اذا موضوع التعبير الكتابي لهذه الحصة كتابة اعلان كتابة اعلان الاعداد والكتابة اتهيأ اذكر بعض الاماكن التي اصادف فيها اعلانات مكتوبة وملسقة اذا اذكر بعض الاماكن التي اصادف فيها اعلانات مكتوبة وملسقة مثلا المؤسسات التعليمية النوادي الشركات الادارات العيادات المستشفيات الى غيرها من الاماكن الاخرى اذا الاماكن التي اصادف فيها اعلانات مكتوبة وملسقة المؤسسات التعليمية النوادي الشركات الادارات العيادات المستشفيات والإدارات أقرأ وأحاول أن أصف لأصدقائي وصداقاتي شكل كتابتها إذن شكل كتابة الإعلان مثلا كلمة الإعلان تكتبه بخطة مضغوطة وكبير في أعلى الصفحة وفي الوسط نجد موضوع الإعلان بصاغا بشكل مختصر وفي الأسفل الجهة التي كتبت الإعلان إذن تكتب كلمة إعلان بخطة مضغوطة وكبيرة في أعلى الصفحة وفي الوسط نجد موضوع الإعلان مصاغا باختصار وفي الأسفل الجهة التي كتبت الإعلان إذن تكتب كلمة إعلان بخطة مضغوطة وكبيرة وفي أعلى الصفحة وفي الوسط نجد موضوع الإعلان مصاغا باختصار وفي الأسفل الجهة التي كتبت الإعلان أتمرن ولاحظ وأقرأ الإعلان المقترح من لدني أستاذي أو أستداتي لأنجز المهام التالية إذن إعلان تعلم المؤسسة أن تتنظم يوم مصابقة لاختيار أحسن اختراع توصل إليه بعض المتعلمين والمتعلمات لذا ندعو كافة المتعلمين والمتعلمات إلى الحضور إلى القاعة متعددة الوسائط يوم على الساعة إدارة المؤسسة إذن أحدد موضوع الإعلان إذن موضوع الإعلان هو تنظيم مصابقة لاختيار أحسن اختراع تنظيم مصابقة لاختيار أحسن اختراع إذن موضوع الإعلان تنظيم مصابقة لاختيار أحسن اختراع أعلق على جمل العنوان إذن جمل العنوان مختصرة وواضحة ولغتها مفهومة وبسيطة جمل الإعلان مختصرة وواضحة ولغتها مفهومة وبسيطة أذكروا المعلومات المذكورة في الإعلان إذن بالنسبة للمعلومات المذكورة في الإعلان الجهة المنظمة الجهة المنظمة للمسابقة الموضوع مسابقة أحسن اختراع توصل إليه بعض المتعلمين ومتعلمات المكان الزمان المكان القاعة متعددة الوسائط وثم الجهة المعلنة الجهة المعلنة إذن المعلومات المذكورة في الإعلان الجهة المنظمة للمسابقة الموضوع المكان الزمان والجهة المعلنة إذن أخطط أوظف ما تعلمته لأخطط لكتبة إعلان يخص المواضع التالي إعلان لزيارة المعرض المختارعات الحديثة أو إعلان لحضور ندوي ونشط أحد المختارعين مشهورين بمدينتي أو قرية إذن أنا أختار الموضوع الأول إذن يعلنوا نادي الثقافي لمؤسسة المجد عن تنظيم زيارة لمعرض المختارعات الحديثة وذلك يوم 22 فبراير على الساعة التاسعة صباحا فعلى الراغبين لزيارة هذا المعرض التوجه لأدارة المؤسسة لتسجيل أسمائهم والانطلاقة من أمام المؤسسة على متن الحافلة إدارة المؤسسة أعيد يعلن نادي الثقافي لمؤسسة المجد عن تنظيم زيارة لمعرض المختارعات الحديثة وذلك يوم 22 فبراير على الساعة التاسعة صباحا فعلى الراغبين لزيارة هذا المعرض التوجه لإدارة المؤسسة لا تضيع ودائع مع السلامة ترجمة نانسي قنقر